الشيطان أحبائي المقاومة دائماً يعني أي عمل في مقاومة أي شيء بتعمله دائماً في مقاومة ويمكن المؤمنين المسيحيين ممكن يشعروا بهذه المقاومة سواء في الاضطهاد بولوس بقول يعني أعاقوا الشيطان مراراً أو فتح أبواب أو دخول مناطق معينة أو عدم الحرية إنك تتكلم أو تسافر حتى في بعض الدول حامل كتاب مقدس أو إنك تتكلم عن يسوع المسيح بحرية مع إنه بيسمحوا لكتب الإلحاد وكتب عبادات الشيطان وكتب كثيرة لكن الغريب يعني بستغرب إنه شمعنا المسيح الكامل الطاهر مجرد أنك تقرأ عن حياة المسيح بيبعث فيك هيك الهدوء والسلام والطمأنينة والفرح وتعجب لهاي الشخصية العجيبة العظيمة بدون خطيف فبتبتدي تتسأل طب ليه بيمنعه طبع الكتاب المقدس طب ليه بيمنعه واحد يحمل حتى كتابه المقدس يدخل بلد طب هو شو هالكتاب رح يأذي ولا يعمل أنا بقرأ فيه طب هو الكتاب هذا غيرني من إنسان حاد الطبع ومن إنسان شرير ومن إنسان كنت بفعله بمارش كل أنواع الخطيئة صرت إنسان جديد خليقة جديدة بحب بلدي بحب وطني بحب شعبي بصلي للحكومات بصلي للرؤساء بصلي للبلد بصلي للقوانين بصلي للنجاح بصلي لبركتنا شو اللي بيخلي إنه الناس اتقاون هي هاي الكلمة هذا عمل شيطاني اشتركوا في القناة